السيرة الذاتية للباحث هو السيد الأستاذ الدكتور نجم عبدالله غالي الموسوي من كلية التربية في جامعة ميسان أستاذ المناهج وطرائق التدريس وأمين مجلس جامعة ميسان ومدير تحرير مجلة أبحاث ميسان نشر أكثر من ثلاثين بحثاً في مجلات علمية وعالمية مختلفة أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ألف أكثر من عشرين كتاباً منها التعلم التعاوني والنظرية البنائية واستراتيجيات ما وراء المعرفة وإضاءات تربوية في بناء المناهج والتفكير التربوي واستراتيجيات تدريسه وسيلقي الآن بحثه الموسوم دور الإمام الرضا عليه السلام في تحقيق التوازن النفسي للفرد والمجتمع فليتفضل مشكوراً شكراً جزيلاً إن الله وملائكته أنا استنجد بسماحة السيد فالدقيقة مستقطعة يعني ما دام إحنا في حرم العباس سلام الله عليه في عام 2018 رح تكلمها بلغتي البسيطة اللي دارت مع السيد الوالد الله يرحمه قلت لي يا با يقولون العراق راح يعطش وجدق وكذا فقال لبوية سيد نجم العراق بالعباس ما يعطش السلام على ساق العطاشة ورحمة الله وبركاته البحث الموسوم دور الإمام الرضا سلام الله عليه في تحقيق التوازن النفسي للفرد والمجتمع طبعاً جانبين في البحث على وفق منهج البحث التربوي والنفسي جانب نظري وجانب عملي الجانب النظري يهدف البحث الحالي إلى معرفة الدور الذي أداه الإمام الرضا عليه السلام في تحقيق التوازن النفسي للفرد المسلم وللمجتمع المسلم فقد كان للإمام الرضا دوراً مباشراً مباشراً وإسهامات كثيرة في البناء الروحي والجسدي والفكري والعطائدي والتربوي فضلاً عن البناء والدعم والتوازن النفسي الذي لا يقل أهمية عن الجوانب والبناءات الأخرى كونه الوسيلة الأهم لخلق إنسان ومجتمع متوازن نفسياً وجسدياً وإيماناً من الإمام الرضا عليه السلام بأن الفرد المسلم يحتاج إلى من يدعمه نفسياً ويجعله محققاً لذاته وافقاً من نفسه فلابد من توجيهات وإرشادات تحصنه نفسياً وترسم له الطريق الواضح الذي يجب أن يسير عليه ليكون مجتمعاً يمتلك صفات وسمات إيجابية نافعة وسليماً نفسياً وفي هذا البحث سيعتمد الباحث منهج البحث التربوي في تسليط الضوء على أهم الجوانب التي ركز عليها الإمام الرضا عليه السلام والتي تعتبر الأداة الفاعلة في تحقيق الصحة النفسية والسلامة والدعم النفسي للفرد المسلم وللمجتمع من خلال أقواله الشريفة وأفعاله المباركة وتوجيهاته السديدة وما صدر عنه من مناظرات ورسائل هذا فيما يخص الجانب النظري السادة الحضور الإنسان يتكون من جانبين مهمين هم الجانب الجسدي والجانب النفسي وهناك تلازم فيما بين هذين الجانبين أي مشكلة نفسية تؤثر على الجانب الجسدي وأي مشكلة جسدية تؤثر على الجانب النفسي فلدينا في العلوم التربوية والنفسية نوع من الأمراض تسمى الأمراض السايكوسوماتية هي الأمراض النفسية الجسمانية الذاتة من شئ نفسي الأم المعصومين وهذا ما بيناه في كتابنا الصحة النفسية عند أهل البيت حرصوا حرصا كبيرا على المحافظة على سلامة الفرد المسلم من الناحية البيولوجية من الناحية الجسدية وهناك توجيهات كثيرة في هذا المجال وما الرسالة الذهبية وما توجيهات الإمام الرضا سلام الله عليها الطبية في هذا المجال في خصوص الجسم وكيفية المحافظة عليه خير مثال على ذلك أما في هذا البحث فاستعرض الباحث وخصوصا في المبحث الثالث الجانب العملي أنه لدينا مجموعة من المعايير العالمية التي من خلالها نستطيع أن نحقق التوازن النفسي يعني هذه المعايير هي من خلالها نحكم على مدى سلامة الفرد وسلامة المجتمع وبالتحديث سلامة الفرد من الناحية النفسية هناك الكثير من المعايير لكن الباحث انتقى المعيار الأكثر انتشارا أو الأشهر وبنفس الوقت الأكثر عالمية وإحنا في نفس الوقت أدنى معايير خاصة لأهل البيت سلام الله عليهم الباحث تناولها في كتاب الصحة النفسية أما في هذا الباحث استعرض الباحث المعايير العالمية حصرا لكي يثبت بأن هناك دورا كبيرا للإمام الرضا سلام الله عليه وأكيد لأهل البيت كذلك في المحافظة على الصحة النفسية للفرد والمجتمع المعيار الأول الذي ثبته عالميا هو الصحة حتى يكون الإنسان متزن نفسيا يجب أن يتمتع بصحة جسمانية مستقرة وتعد الرسالة الذهبية للإمام الرضا وتوجيهاته الطبية خير مثال على ذلك وأختصر الكلام في هذا المعيار المعيار الثاني الاستقرار المهني الإمام الرضا في هذا الجانب يقول سلام الله عليه أن الذي يطلب من فضل يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله أي على رأي الإمام في هذا المعيار أن العمل وطلب الرزق الحلال من أهم السنن التي تحقق من أهم الأسس التي تحقق التوازن النفسي والسعادة النفسية للإنسان وتحفظ له ماء وجهه وكرامته وقد حرص الإمام في هذا المعيار طبعا الأقوال منتقات في كل معيار أن تقي مجموعة من الأقوال وهنا أذكر قول واحد فقط لاختصار للوقت فلاحظ الإمام يؤكد على مسألة السعي في طلب الرزق الحلال وعلى ضرورة أن يكون للإنسان عمل يخدم به نفسه ويخدم به المجتمع الذي يعيش فيه المعيار الثالث الاستقرار الأسري تكوين الأسرة في رأي الإمام متطلب أساسي من منتطلبات الصحة النفسية والبناءات النفسية السليمة فنراه يؤكد يروى عنه أنه كتب له أحد الأشخاص أن لي قرابة قد خطب لي ابنتي وفي خلقه سوء فقال لا تزوجه الإمام الرضا يعني أنت معيار أنه لا تزوجه لأنه إذا سيئ الأخلاق ما رح تنبني أسرة صحيحة وقد حذر الإمام الرضا سلام الله عليه من ترك الزواج وتكوين الأسرة فإنه يروى أن أمرأة سألت أبا جعفر عليه السلام فقالت أصلحك الله أني متبتلة فقال له ما تبتل عندك قالت لا أريد التزويج أبدا قال ولم قالت ألتمس في ذلك الفضل قال انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليه السلام أحق به منك إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل فحرص الإمام على مسألة الاستقرار الأسري وتكوين الأسرة وبنائها بناء صحيح فكلما كانت الأسرة مرتكزة على أسس المودة والمحبة والاختيار الصحيح والمناسب كانت عاملا من عوامل الاستقرار النفسي أربع المعيار الرابع تجنب الضغوط نلاحظ الإمام سلام الله عليه لديه مجموعة أحاديث في هذا المذمار ومن ضمن هذه الأحاديث يقول سلام الله عليه وإياك مكاشفة الناس فإن أهل البيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة فيجب على الشخص أن يواجه الضغوط التي تتعرض لها وأن يتغلب عليها ولا يكشف عيوبه للآخرين ولا يكشف عيوب الآخرين بنفس الوقت مهما كان الصراعي ومهما كان النزال المعيار الخامس مهارة حل المشكلات نرى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول في هذا المعيار صديق كل أمرئ عقله وعدوه جهله وكذلك يقول لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال التفقه في الدين وحسن التقدير والصبر على الرزايا فتعتبر مهارة حل المشكلات أو مواجهة المشكلات في وجهة نظر الإمام الرضا من الأمور المهمة والتي تشكل عاملا أساسيا ومقوما واضحا من مقومات الصحة النفسية لكي لا ينهار الإنسان أمام المشكلات التي تعترض طريقة والتي ممكن أن تسبب له مسألة الإحباط النفسية المعيار السادس التخلص من الطاقة السلبية عن الإمام الرضا سلام الله عليه المسكنة مفتاح البؤس وكذلك هناك أحاديث كثيرة من تكلف منها من تكلف ما ليس من عمله ضاع عمله وخاب أمله فيرى الإمام أنه على الإنسان دائما أن يكون متفائلا منفتحا متوقعا للخير متسما بالطاقة الإيجابية وبالوقت نفسه أنه قادر على أن يتخلص ما لديه من طاقة سلبية قد تسبب له مشاعر القلق والتوتر ومن ثم التكاسل والتثاقل وعدم الإجتهاد والسعي في طلب الخير والتوفيق له المعيار السابع الاستعداد للطوارئ من معايير الصحة النفسية ونرى الإمام الرضا سلام الله عليه يقول الصبر عدة البلاء وأقوال كثيرة في هذا المجال أو ردها الباحث وغير الباحث موجودة في كتب المرويات عن الإمام سلام الله عليه وهنا يضع الإمام الرضا اعتبارا جيدا للتفاؤل ويجب على الإنسان أن يدرس معطياته وأن يتوقع لكن أن لا يتشائم ممكن أن يعني هذه هو حياة وممكن أن تحصل في الحياة كثير من المطبات كثير من المنغصات لكن إذا ننهار أمام المنغصات فبالتحديد لا يستطيع الإنسان أن يستمر في تحقيق مسيرته كفرد صالح في بناء المجتمع والنهوض به المعيار الثامن التمسك بالعلاقات الإنسانية وهنا يؤكد الإمام على ضرورة بناءات المجتمع بناء صحيح على وفق القوانين السماوية والإلهية والإنسان لم يخلق ليعيش وحده إنما هو كائن اجتماعي يتفاعل مع الآخرين أخضا وعطاءا فهنا قول للإمام رأس العقل بعد دين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر هذا الحديث ضمن هذا المعيار فضلا عن المعايير الأخرى الاستقرار الروحي المعيار التاسع دكتور أحمد نعم الاستقرار الروحي وهنا يرى الإمام سلام الله عليه إنه لا ينعم الإنسان بحياته إلا بسوى وجود طاقات روحية تجعله يدرك الهدف من وجوده ومع اختلاف الديانات برزت أيضا مؤتقدات غير سماوية هدفها الوصول لحكمة خلق الإنسان لكن يبقى الديانات السماوية هي المرتبة الأولى لخلق الجانب الروحي الإيجابي لدى الفرد فنلاحظ الإمام سلام الله عليه يقول أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا استقرار روحي الإنسان اللي عنده أخلاق مستقر روحيا في تعامله وتفاعله مع الناس الآخرين كذلك لديه قول أحسن الظن بالله فإن من حسن ظنه بالله كان الله عنده ظنه المعيار العاشر والأخير ضمن المعايير وأنتقل للتوصيات التعلم من التجارب بالطبع الإنسان يمر بمجموعة تجارب وخبرات ومنها السيء ومنها الجيد وعليه أن يتعلم من هذه الخبرات ما هو مفيد له في حياته ومن نفس الوقت يكون قادرا على تجاوز المحن التي قد تمر به ولا ينهار نفسيا ولا يضعف نفسيا إنما من هذه الصعوبات ومن هذه التجارب يستفيد لي كالي ينطلق للبناء الصحيح فأنه لاحظ الإمام الرضا سلام الله عليه يقول كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون وكذلك هذه تجارب الأمم السابقة يجب أن يستفيد منها الإنسان وفي حياته لكي يحصن الجانب النفسي وحادث أخرى في هذا المجال انتهي هذا المعيان طبعا نتائج البحث باختصار لأنه الدكتور أحمد الزمني بالوقت نلاحظ أن الإمام الرضا أولا يدعو الفرد إلى التكيف الإيجابي مع المجموعة الصالحة والعيش بأمن وأمان وعافية في نفسي والجسد ومن ثم تكون حياة الأفراد الآخرين أكثر قيمة وذات معنى كلما كانت الأمور النفسية أكثر واستقرارا سعى الإمام الرضا ثانيا سعى الإمام الرضا عليه السلام إلى محاربة اليأس والقنوط لأنهما حالة مقيتة تؤدي إلى الوقول في الأمور السلبية وقد تزيد من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى الإنسان المريض نفسيا تلاحظه يعني قد لا يثق بالله ويثق بأمور أخرى فالإنسان المستقر نفسيا لا يكون أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى على وفق المعايير الإسلامية الصحيحة توجيه الثالثا توجيه الإمام الرضا سلام الله عليه باعتماد الصبر والثبات والقوة في الشخصية أي على وفق هذه المعايير الإنسان المؤمن يجب أن يكون ذو شخصية قوية وليست شخصية ضعيفة وهذا تلازم قوة شخصية مع البناء النفسي للإنسان كذلك أرشد الإمام الرضا عليه السلام في هذه الأحاديث المعيارية التي ذكرناها قبل قليل بتجنب الإحباط النفسي في الحياة أو بالشعور بالحسرة والانفعالات المزعجة والمؤلمة لأن الإحباط من أهم الأساسيات الأمراض النفسية أن يشعر الإنسان بالإحباط والنتائج التوصية الأخيرة أنه الإمام سلام الله عليه يدعو الإنسان أن يكون ذو تفكير إيجابي متفائل ولا يضع وقته في استذكار الأمور السلبية لأنه قد تؤدي إلى عرقلة عمله وقلة بناءاته النفسية الصحيح والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطلا حياكم الله جناب السيد الفاضل أستاذ الدكتور نجم عبد الله المسوي على ما قدمه ومع لحاظ أنه من الضرورات استبدال كلمة دور بكلمة أثر لأننا في اللغة الدور هو الطبقة فنقول الدور الأول والدور الثاني في البناء أما الأثر فهو الدليل وجزاكم الله خير الجزاء الآن إذا كانت هناك ثمة مداخلة من هذه الجهة فضلوا الدكتور هذه الجهة وبعدين ننتقل إلى جناب الشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور جبار عيدان من جامعة وغداد متقاعدة حاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وعلي محمد جناب الباحث في بداية عرضه لموضوع بحثه تحدث وقال أن الإنسان يتكون من جانبين الجانب الأول جانب النفسي والجانب الآخر هو الجانب الجسئي وهذا صحيح وفق نظرة المحللين النفسيين لكن وفق نظرة الإسلام كما أرى أنه ذو ثلاثة جوانب هذه الجوانب هي الجانب الجسدي والنفسي والروحي أحسنتم دكتور نعم وقد تحدث في نهاية بحثه أتى ببعض القرآن الكريم الروح كثيرة تحدثها الله سبحانه وتعالى عنه أحسنتم ويسألونك على الروح وغيره أحسنتم دكتور أجعب مباشرة أفواً فيما يخص كلمة أثر أو دور نحن ملزمين بمنهجية البحث أدنى في منهج البحث النفسي إذا كتبنا أثر يعني المنهج تجريبي فهنا أحياناً نتقيد بالمنهجية البحثية التي تقيدنا بالكلمة دائماً كلمة أثر والأساتذة المتخصصين أثر تأثير يعني يجب أن يكون المنهج تجريبي فإن شاء الله نجد لهذا الحل يعني بإذن الله جناب الدكتور جبار عيدان أستاذنا المحترم والصمت في حرم الجمال جمال وأستاذنا وتاج راسنا إن شاء الله فيما يخص كلامك دكتور صحيح لكن أنا هنا في هذا البحث تناولت المعايير العالمية يعني بعيداً قصدت أن أخذ المعايير العالمية حتى نحن في معاييرنا الإسلامية صحة نفسية المعيار الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى فباستعراض المعايير أنا تعمدت أن أخذ المعايير العالمية المنتشرة فكلامك صحيح لكن أنا متقصد يعني أنا استعرض برؤية أكاديمية وبعدين أرجت على الرؤية العالمية وبعدين الإسلامية شكراً للمعايير شكراً للباحث العزيز أنا أسمعت مصطلح المعايير أسأل للتأكد ولست معترضاً هل أنكم متقصدين ومتعمدين لهذه المفردة لأن الذي سمعته من خلال البحث ليست معايير وإنما هي محطات لبرمجة التوازن بين النفسي والفردي والمجتمع وليست معايير معايير لها سقف فوقاني وهذه في الحقيقة عبارة عن محطات في البرمجة لإحداث التوازن بعنوان سؤال هذا أمر الأمر الآخر أرجو من أخوتي أذكر نقطة مختصرة جداً طرق الباب أحدهم على الجاحب فقال له من أنت؟ قال له أنا فقال له أنت والطرق سواء أحبتي أعزائي أنا خادمكم ملخص البحث ينبغي أن يحمل روح البحث لا أنه على الأقل يشتمل على فرضية الفرضية التي ينطلق منها الباحث أهم نتائج البحث نحن نواجه بيانات كلية في هذا الملخص وهذا الفلسفة الوجودية للملخص أنك تحاول أن تكبس وتضغط هذه المعلومات الواسعة في قالب مختصر يسير الأمر الثالث بالنسبة إلى مراعاة اللغة العربية في نقل النصوص على الأقل الآيات والروايات الصبر عدة وليس عدة يا أستاذ نصوص المعصوم ونصوص القرآن مكتوبة صحيح ينبغي أن تقرأ بذقة وأعتدر شكرا شكرا لسماحة الشيخ المحترم على هذه التوجيهات فيما يخص كلمة المعايير هذه واردة في ميدان تخصصنا واردة في ميدان تخصصنا ولا أستطيع أن أبدلها بمحطات أو وقفات أو كذا هذه الزامل تخصص هذه عدنا معايير نحن في العلوم التربوية والنفسية والأخوة الجالسين المتخصصين يعني يعرفون نحن عدنا هذه معايير على الأضواء ننطلق معايير نفسية معايير تربوية هذه خاصة بمجال عملنا أما الجانب الثاني فيما يخص الملخصات فهذه جانب تنظيم إن شاء الله يخص البحوث كلها بإذن الله تعالج مستقبلا أما فيما يخص اللفظ فأعتدر النص مكتوب صحيح مأخوذ من المصادر المعتبرة لكن لفظي ونطقي ليس صحيحا لا شكرا على التنبيه وإن شاء الله تعالى في الحسبة جنب السيد فضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله وكفا وصلى الله وعلى نعمه المصطفى وآله الشرف بدءا شكرا لكل الأخ والعزاء الذين تقدموا جناب الشيخ عماد ودكتور صباح وجناب السيد الدكتور نجم عودا على بدء بشكل سريع جدا ما تفضل به الشيخ الشيخ والدكتور بما يتعلق من مسالة الإصطفاء طبعا هذا لا محذور منه من جهة تكرر المصطلح لأنه الإمام عليه السلام الإمام الرضا في حياته الشريفة هناك بعض القضايا المركزية كما غير من الأمة عليه السلام الإمام الكاظم الإمام الصادق عليه السلام كل واحد من الأمة في حياة مركزية حدثت أشياء وحديث الإمام الرضا بما يتعلق في المناظرة أو الحديث طبعا هو لا مشاحة يعني ممكن هي مناظرة من جهة وممكن أيضا هو حديث باعتبار نطق به النبي صلى الله عليه وآله لأن الأحاديث في بعض الحالات لها ظرف أن تنشأ ومرات ابتداء أن الإمام يبين يعني هذا ليست مشكلة هي وإنما أسباب الرواية مناظرة أو سؤال أو ابتداء على كل حال فمسألة الإمام الرضا عليه السلام هناك مسألة مركزية حدثت عند الإمام ولذلك قضية الواقفة التي مر فيها بإمام الرضا واجهها بكل يعني ما أوتي سلام الله عليه من فرصة ولذلك هذه الأحاديث الإصطفاء الإمام كان يعني فيها المسألة التي كانت تدور حولها والظروف التي كانت تساعد بعض الواقفة الذين أنكروا الإمام الرضا عليه السلام باعتبار أن الإمام الكاظم لم يمت وانقلب بعض شخصيات مهمة من الرواة عندنا انقلبوا على الإمام عليه السلام من أجل طمع دنيا فهذه القضية المركزية لا مانع أنه يكون هناك تسليط ضوء عليها أعتقد كما فعل الأخوين العزيزين وإن لم يذكر الواقفة لكن مسألة الإصطفاء وهذا الحديث الطويل والإمام استثمر وجوده في مجلس المامون حتى يبين هذه المسألة لأهميتها ولذلك لم يشر لنفسه حتى لا تعتبر هي دفاع شخصي عنه مع الواقف وأنما بين الأمور العامة وشاهده هو الإمام يسأل عن أي سؤال الإمام يجيب ولعل هذا أفضل الشواهد على من يدعي الإمام أن يسأل فيجيب بالنسبة لجناب الأستاذ السيد نجم جزا الله خير طبعا هذا المبحث الذي ذكره وأنا أستميح الأخوة الحضور يعني أو الحاضرين عذرا لقد الإطالة في بعضها إلا أن عليهم السلام لهم مناهج في إيصال المعلومة إلى شيعتهم إلى ناسهم وهذه المناهج قطعا تختلف بحسب الظرف لكنها تشير إلى نقطة واحدة يعني القرآن الكريم الآن عندما يعرف يقول الكتاب هداية مع تخصصاته الواسعة وأساليبه المتنوعة في إيصال الفكرة بين القصة وبين الموعظة وبين التهديد والوعيد والرغبة والجنان والنيران كنت كتاب هداية إلى أن عليهم السلام عندهم مجموعة هائلة جدا من التراث لتخلصنا من بعض المشاكل يعني غير الجانب الفقه الاستنباطي أتحدث الذي أثاره السيد هو جانب جدا مهم ورائع جدا أنا أضيف تكميلا له يعني قبل لعل سنوات طرقنا إلى موضوع له علاقة بما يتعارف اليوم بمصطلح التنمية البشرية وتعرفون أن التنمية البشرية من المسائل الخطرة لأن تتحدث عن بناء الإنسان يعني ليست مسألة طبية أو هندسية يسهل البرهن عليها وإنما هذه مسائل تتعلق بصياغة الإنسان وهي أخطر ما يكون ولحن في عقيدتنا نعتقد أن صياغة الإنسان تكفل بها الله تعالى يعني كما أرسل الكتب وأرسل الأنبياء أرسل أيضا المنهج الذي يجعلنا نرتقي الإشكال عندنا في إبراز هذا المنهج بطريقة تقبلها الأذهان العامة الأذهان العرفية يقبلها الطالب ترى أمر تخصصي أنا أذهب إلى الحوزة فلابد أن أتعب وأنا أبذل جهدا في فهم الناس ومتابعة الناس غيري قد لا يكون له هذه الهمة أحتاج إلى أن أبرز الجوانب الثاثاء ألم عليه السلام بطريقة يقبلها الطالب يقبلها الفتاة هذه التحديات الأخلاقية الكبيرة لا يكفي أن نتحدث أمام أبناءنا الطلبة بالعمومات هذا لا يكفي هو يحتاج إلى منهج يسير عليه أنا أسمع الآن دورات في التنمية البشرية مثلا من الباب ليس نقدا أنا أتحدث بتجرد مثلا دورة ماذا دورة في القيادة أو دورة مثلا في كيفية إدارة الوقت أو دورة في مسألة كيفية السيطرة على الغضب من غير الممكن أن دورة لمدة أسبوعين تجعلني قائدة هذا كلام غير منطقي أو خلال أسبوعين تجعلني أسيطر على غضبي أو دور أسبوعين أجعلني قائدا بالعكس قد هذه الصفات إذا تعطى تجعلني أنا إنسان متهورا متكبرا لأني دخلت دورة وأنا قائد حتى أفضل من أبي وأفضل من أمي لأنهم لم يعرفوا هذه العلوم هذه المسائل واقعة مسائل خطيرة جدا قد تحدث في المجتمع بعض الإرباك أولادنا شبابنا أبنائنا بناتنا نحن حريصون عليهم لكن في نفس الوقت هم عندما يسأل يقولون أعطونا منهجا الكليات العمومات في بعض الحالات لا تنفع يأتي مسلم يقول أن القرآن الكريم تحدث عن كروية الأرض قبل 1400 سنة يا أخي أنت أين كنت قبل غاليله مثلا وترى الأرض جامدة وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة الصحابة قال هذا يدل على كروية الأرض العبرة ليس في الآية الآية تكلمت العبرة في من يستطيع أن يستنبط من الآية الذي ذكرته جنابك منهجا أنا أشد على يديك وندعمك أيضا ولكن أطلب منك أن توسع البحث ليس للإمام الرضا فقط وإنما بقية الأهمة وهذا الذي يعني أرجو أن تستنجدت بي وأنا الآن أطلب من كذلك نشكل من تحب من اللجان ومن الشخصات التي تحب على أن يوضع منهجا مميزا سلسا مع الحفاظ على المادة وعلى النص كما قال جناب الشيخ النص لا يمكن التلاعب بي فهم النص وفق معايير مهمة لفهم النص الظهور حجة كما يعني نعلم لكن برمجت هذا المعنى بمصطلحات يقبلها الشاب ويقبلها الفتاة تبدأ معه من الروضة بشكل تدريجي إلى الإعدادية لا أقل في العطل الصيفية الآن هناك برامج كثيرة لكل المؤسسات يعني الحريصة على أبنائها حتى لا يأخذها الهوى أو لا يأخذها الفراغ لكن هذه بدائل عندما تكون بدائل جيدة ومنقحة وتشرف عليها لجان علمية أعتقد أنه عندنا تجربة في ذلك في دعاء مكالم الأخلاق في الصحيفة السجادية والآن العمل عليه يعني حثيث لإخراجه على شكل ملازم تدريبية مهمة معدلة وفق ما بينه الإمام عليه السلام حتى نخرج بعلم الأخلاق الطبيعي لا أقول التخصصي أقول الأخلاق الذي نحتاجها هناك علم أخلاق تخصصي نحن لا نتكلم عن هذا له مجال الخاص لكن الأخلاق العامة التي يأتي أو يريدها الأئمة عليه السلام من خلال مثلا خصوصية الإمام السجاد في الدعاء خصوصية الإمام الرضا تفضلت بما وبقية الأئمة الأطفال فأنا أرجو منكم أنه مع الأخوة في اللجنة العلمية أيضا يسمعوني أنه تشكل لجان ليس لجنة لإظهار هذه البرامج والمؤلفات على شكل مناهج يستفيد منها اليوم الشبيبة وأيضا الأساتذة حتى تكون تحت متناول أبنائنا وتحصنهم من المشاكل التي قد لا يستحسن ذكرها أو ذكر بعضها أشكرك كثيرا سيدنا وجزاك الله خير وشكري أيضا للباحثين العزيزين وتقدمين جزاكم الله خير وشكرا شكرا جزيلا جناب السيد الفاضل آخر مداخلة لجناب الشيخ سيدنا هذا ممكن إضافة لكلامكم يعني قمة العطاء وفعلا أنا ساند رأيكم بأنه دورات المقدمة هي ليست تكفي فمثلا القيادة هي مو دورة تدريبية لا هي نهج حيات يعني الطفل وهو صغير يجب أن يعلم على فن القياد أو فن استثمار الوقت أحسنتم جناب السيد المحتاج عفوا بسم الله الرحمن الرحيم أنا حقيقة ابتداء أستسمح سماحة السيد الأجل المهذب في أن أتكلم بحضرته لأنه يسمح لي أن أقول هو عالم سماحة السيد وأطنب حقيقة وكما تعلمون الطاب يعني كلام كله فإسمح لي أن بهذه المداخلة على سيدنا الأستاذ السيد الفاضل عفوا بذكر قضية أنه الإنسان عندما يكون جسده مضمونة سموه نصر العبارة الماتة يكون قريب إلى الله فأعتقد أني أختلف في هذه الموضوعية بالعكس عندنا روايات روايات عفوا الإنسان عندما وين كان أكو جانب آخر من هناك من يعتر له نفسيا اللي ماذا وقع بي وليس بغي لكن الغالب أن الإنسان يقطع إلى الله عندما يكون في حال المرض حتى أنه عندنا روايات إذا زلت مريضا فاطلب منه الدعاء شن السبب لأنه أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وحقيقة أشكركم شكرا جزيلا وأشير وأشيد بأساته الأفاضل رئيس الجلسة ومقر الجلسة حقيقة مهنية لمسناها جزاهم الله خير جزاء على هذه المهنية بإذارة الجلسة شكرا جزيلا شكرا لسماحة الشيخ المحترم شكرا لسماحة الشيخ على هذه المداخلة طبعا على وفق المعايير العالمية المعتمدة وأنه جزء من الرضا بقضاء الله والاطمئنان النفسي الإنسان المطمئ النفسيا هو الذي يكون أقرب إلى الله أما على وفق رؤية جنابك الكريم فجدا محترمة وجدا واقعة نعم ما نقلت جدا محترمة لكن نفس الوقت أكو رأي آخر نحن نقلنا شكرا جنابك شكرا لجناب الأستاذ الدكتور السيد نجم الموسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر